ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته النوافل هي الزوائض على الفرائض هي ما يتقرب بها العبد إلى ربه ابتغاء محبته وابتغاء القرب منه بيّنها الله عز وجل في حديث قدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذا الحديث القدسي يبين فضل النوافل وكيف أن العبد إذا ما حافظ على الفرائض لا ينبغي له أن يستقل أو يقلل من أمر النافلة بل عليه أن يزداد فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه بهذه النوافل وبكثرتها جاءه رجل فقال يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قل لي عملاً أدخل به الجنة أريد أن أقوم بعمل يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود إذن النوافل لها فضلها عند الله أعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من النوافل أكثر من قيام الليل اجعل لك نصيباً من الليل ولو بتلاوة قرآن ولو بدعاء ولو بركعتين خفيفتين وقف سيدنا أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو حكيم الأمة كما كانوا يلقبونه وقف سيدنا أبو ذر ليعظ الناس فقال أيها الناس حجوا حجة لعظائم الأمور حجوا حجة لعظائم الأمور وصلوا ركعتين لظلمة الكبور صلوا ركعتين بالليل والجزاء من جنس العمل فإذا ما قمت لله في جوف الليل في ظلامه كان جزاؤك عند الله أن ينور عليك قبرك حجوا حجة لعظائم الأمور وصلوا ركعتين بالليل لظلمة الكبور من النوافل التي نغفل عنها كثيراً ركعتاني من الضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضلهما فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة السلامة هي مفاصل الإنسان مفاصل جسد الإنسان هذه المفاصل التي إذا ما أصبحنا وجدناها تتحرك وكأن ذلك حق مكتسب لنا وهي نعمة من الله لها فضلها العظيم لم نصبح وأكسادنا متيبسة بل أصبحنا في نعمة وفي حركة نمد أيدينا ونقبضها نتحرك ونمشي على أقدامنا ونأخذ بأيدينا ونعطي هذا من فضل الله وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله أعطاق الله إياه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة هذه الأشياء إذا ما أصبحت سليمة عليها صدقات فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى كل هذا قد يغفل الإنسان عنه والذي يؤدي شكر هذا الجسد الذي أصبح معافى وهذه السلامات التي أصبحت تتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمنته وكرمه ركعتان من الضحى يركعهما الإنسان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هذه الصلاة وورد في صحيح مسلم ما يثبت أن رسول الله صلى صلاة الضحى صلوات ربي وسلامه عليه كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا من الضحى ويزيد ما شاء هذه الصلاة هي صلاة شكر وصلاة نعترف بها بنعم الله علينا أنه قد عافى هذه الأبدان وأنه قد سلمها من الشرور والآفات فأصبحت تتحرك بفضل الله لتشكر ربها فلذلك نحافظ على تلك الصلاة صلاة الضحى والتي تبدأ من بعد شروق الشمس بما يقارب ثلث ساعة إلى قبل أذان الظهر أي قبل الزوال بدقائق قليلة عشر دقائق في هذه الحدود هذه الصلاة أقلها ركعتان وتزيد ما تشاء وهذا فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى ونتقرب إلى الله بالنوافل حتى ننال محبته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته